أسعد اللهم ساءكم بكل خير متابعين الكرام نقدم لكم إحاطة مجزة لأهم الأمباء لليوم الثاني على التوالي فصائل الثورة تقصف بصواريخ الكاتيوشا مواقع وتجمعات لعصابات الأسد على محور جوباس بريف إدلب الجنوبي الشرقي محققة إصابات مباشرة بينما نجحت سرايا القنص بإصابة خمس عناصر للعصابات ثلاثة منهم في ريف إدلب واثنان شمال اللاذقية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تستمر الطائرات الحربية والاستطلاعية التابعة للمحتل روسي بالتحليق في أجواء ريف حلب الشرقي حيث شنت ليلة أمس غارات بصواريخ جو جو انفجرت في سماء منطقة الباب لتسقط شضايا الصواريخ على منازل الأهالي دون تسجيل أي أضرار كما أطلقت الطائرات عددا من القنابل الضوئية في سماء المنطقة شنت طائرات مسيرة تركية غارات جوية على مواقع لميليشيا قسد في منطقة الساجور بريف منبجة شرقية حلب ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر فيما تعرضت الميليشيا أيضا لغارات بالطائرات المسيرة التركية استهدفت سيارة لها على طريق قامشلي عامدة بريف الحسك الشمالي تكبدت على إثرها خسائر بشرية للمرة الثانية خلال 24 ساعة يستهدف الاحتلال الصيوني مناطق في سوريا حيث قصفت الطائرات بثلاث غارات جوية مواقع عسكرية مشتركة تحوي أسلحة للميليشيا الإيرانية في محيط مطار دمشق الدولي وبطارية دفاع جوي في منطقة الكسوة وتسبب القصف بمقتل ثلاث عناصر من ميليشيا الأسد بالإضافة لخسائر مادية إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الإحاطة نترككم في أمان الله اشتركوا في القناة